للأسف أن بعض الشباب في وقتنا هذا وصلت منه المواصل أن يتكبروا حتى على الولامة ويتمطعوا على الولامة وهذه من الأمر طبعاً صار كبر ينقص بلاك سبيل إما أن يكون كبراً عملياً وإما أن يكون كبراً عقائدياً الكبر العقائدي نكرناه في باب العقيدة والكبر العملي الآن نذكر يتكبر على الولامة تعلموا شيئاً قليلاً تعلموا شيئاً قليلاً بقى ماله على يواجه العلماء واتبار العلماء ومو تحت مضلة مالاً تحت مضلة على التقديس العلماء لا تقبزوا العلماء لا تخبرهم وإنه كنا متاهدين من هذا صباح الشيخ حتى يقولنا كذا كذا لا تذكروا من العقول أنتم لا فيكم العقول كيف يقولكم لا تتبعون وإذا جئنا إلى أحوالهم نبنوا أنهم أكثر تقديساً لمن يقدسونها في آراء وأفكارهم مرة من المرات أحد الأشخاص قرارهم في أحد المواقع يقول لا تقدسوا الشيخ أحمد الخليلي ولا تقول له العلماء ولماذا هذه المبالغة وأنتم تبالغون وهذا بشر مثل ما مثلكم يأكل مثل ما تأكلون ويجرى مثل ما تجربون في المقافل بعدين كان لنا مشهور آخر وقد قال العلامة الكبيرة إنه هو هذا العلامة الكبيرة هنا تقول هتقول العلامة عند قدسوا وهن هي العلامة الكبيرة فرد عليه قال أنتم تبعون إلى علم التقديس هذا ما تقديس؟ هذا ما تقديس القدس قدستم هنا تعتقول العالم وهن يقولون العالم ليعتبروا الفقين ليقولوا الفقين وإنه عن الله مصنع عقلاني مثلهم فمصائب قوم عند قوم فراغين ما لكم كيف تحكمون؟ ألا ساء ما تحكمون؟ وأنا أرى بالنظاري أن هذا الإشكال وهدف انهراف الفكري الذي حصل عند الشباب هو الأنفسيانهم وحتى أحيانا من العلماء الأنفسهم كيف ذلك؟ الشخص الشخص لا ترى فوق من زل الدور والخاصة ما له؟ الخاصة لك من أولادهم أو أولادهم؟ ما تقول الشيخ؟ ومثلا صاحب الحدرة الذهبية وإلى آخرين لا قلوا اسمه لا أخنا لا أخنا لا أخنا كذلك؟ مثلا إذا كنت بينهم وبينك نفس الطريقة حتى ملكوا بينهم ما هي شيخ؟ تنتظر على الدنيا؟ بعد قوة النيلو أتبر عني؟ وعالق هذا الشيخ ولا حتى أراف معهم مواطع أو لا صغر أو لا صغر الشيخ داعي ما هذا؟ ما هذا؟ من متى هذا؟ ثاني خبتوا تعرفوني؟ تعرفوني سرايا حتى نصل إلى هذه المنزلة؟ بعد ذلك يتعلم هذا معلوم من الفقهاء معلوم من العلماء تعلم ومثلنا نسمع كذلك ومثل الصريع والرسل الصريع والرسل الصريع يعني رجل خمج راع هذا ما ألهم؟ بسمانه؟ أن نخدر نحن الذين وصلناهم إلى درجة الكبر إلى درجة الكبر نحن الذين وصلناهم وبأيدينا ونستطيع لا، قدره هذا قدره قدره وإنما ما زال الصريع نعمل أشكيه لكن بطريقة أخرى أشكيه نعم عحفظ القرآن زر العلماء لكن بطريقة أخرى بطريقة تجعله لا يتكبر لا يشد لا ينحن ولهذا بلضم هؤلاء أشخاص الذين نقعوا فوق منزلتهم بعد ذلك انحرفوا انحرفوا وعيانهم الله بل أنهم انحرافوا وانحراف عظيم جدا أصبحوا يشربون الخمور ويبكدون الفواحش بل كل من الفواحش أخذوا يبكدونها والعياذ بالله تعالى مستمالوا رفعنا منزلات النهر بأنفسنا وأعطيناهم فوق ألانهم فأصلحوا يتكبرون ويأتون للهجلين والبراعيب وكذا واليوم ما له اليوم إذا بقى تشتر صف الماله حسابات بسبعة الشيخ اليوم هذا الواقع هذا الواقع إذا بقى تشتر ما له كان يرى وقالنا بمشيك المانا مشهر نحن مشهر نحن مشهر نحن نطلق قدره مرة مقالوا ما يكتفنا قاسر نرانيو وبأير نرانيو يشتر لنجبع في النهاية ذلك يشعر بوحشه ما حدر التعليم ما حدر التعليم والعكيد في الأمر العكيد في الأمر أنه لما رد عليهم سمحت شيخ عسر الله وحافظه لما رد عليهم قالوا يشوفوا في الرد هذا الرد بعيد عن الأخلاق وأنه يدعو إلى الأخلاق ويلعو إلى الرفق ويلعو إلى الرحمة والذلك انظروا وأنا قبل يومين كنت أقرأ لأحدهم لأحدهم هي محاضرة لأحد المشارخين لا أذكر ويعني من المشارخ الكبار زي فيرد أو ترد إحداؤنا واحدة ممن تأثرت بهم تقول أصبح أتقسس من الطاوع عنا أتقسس حتى العنوان عنوان مقسس عنوان مقسس جدا تقول عنوان مقسس مثل شكلهم مقسس بالله أريكم بالله أريكم بالله أريكم ماذا عسلنا نقول عن هذا يعني الشيخ بما يرد بردف ويرد بالهكمة ويرد بالأدنة من كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم يتنكرون لها يتنكرون ويقولون على المشيخ ما عنوانا من حرا قل الآن ما هذا نصدر له إلى هذا بل أنهم يستهزئون ويستفزون حتى بخط الله عسلهم وما أكثر نلاقي الآخرين يأخذون معاهم لماذا يأخذون معاهم يأخذون معاهم لأنه هذه الدفعنا في شدنا وهذه الدراجة في شدنا وأصبح غزالات في شدنا ونحن نقول تعبار ما إجرى كلام وعنوا باي المالخ باي المخرج وملاقي باي المخرج ولهذا المقارب قالوا على أني ماشي السنة أنتروا السنة وأن قالوا على أنه وصلت تشريع القرآن واحدا ما السنة وأحدهم قرأت له كلام فاخشة حيث قال في مقالة نشرة في قريلة عمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل متبع ومنفذ لأوامل ربي بس ساد بس إن فقط تعليمات إطلق الأوامل من الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أهم يعني حتى يطعمون في قريلة صلى الله عليه وسلم وقاموا عليهم ماشي ركزات وماشي ترامات وماشي وماشي وأتوا بما تقشعون منهم القلون والأبدال أتوا ومرجموني الناس يتبعونهم يتبعونهم ولعينا نراهم نحن أنهم على درجة من الاستقامة والتبين وسابقا كانوا نقول لهم المرارات والمروس والخطأ ونفي ذلك هؤلاء موثقين موثقين هؤلاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من دائرة الخير إلى دائرة الشرق وأنا أقول من هنا أقول من هنا أن كل من يكاثر عن يلماء حكم على نفسه من حكم مباشرة ولهذا هؤلاء من الذين كنا نستعر عنهم ومنعوا الدنيا ركيجا من محابرات من دروسهم قيل الله هدفوا أنفسهم بأيديهم بأيديهم مظون العلماء مسلومة مسلومة أن أذكر قصة لأحد الأشخاص دخل على أهل وهم متابللون سمال أهل الذكر وكان في تلك الحلقة عن علامة سعيد من الوقت القانوني فدخل هو وقال بالنهجته التالجة قال دوكر دوكر قاسي اليتام ورأسهم متفخ استمزان واستمزازا لكن ما صبع عليه الصباح ما صبع عليه الصباح وانتفق رأسهم انتفق رأسهم بأشرة إلى العنالة الفائقة وبعد العنالة الفائقة إلى قابل بخلوم العلماء نسمونا هؤلاء ما يتقول الله من الدعوات المستقابة جهال يلم هل ما فهم يقول لو كانت رأسهم يقول كما يدعون أنهم عقلانيون كما يقولون لا انسوا جالبا عن مجاهرة العلماء والتكبر على العلماء والتعالم على العلماء ثاليا ماذا قدم هؤلاء ماذا قدم هؤلاء ما قدموا الشيء مقارنة بما يقدمه علماءنا وعلى رأسهم سماحة الشيء العلماء أحمد من حمد الخليل من دعوان بحياتي بحياتي الآن قمه في الإفتاع يتحمل آلام أمه بأسرع هرم إلى براء ذهب لزيارته أحد الأشخاص فالشيخ يسأله يسأله أو أنه يقول الشيخ يقول الشيخ معاصر الشيخ دلوب الشيخ فبوب أكان لا وطيق؟ قال الشيخ بردت بالساعة واحدة هنا بدلاً عني بدلاً عني بدلاً عني بردت ساعة بس نويس يقوله فكيف منا صار لي في هذا المكان أربعين ساعة وقبل الإفتاع كان في القضاء وتولى مناصر مشاكل قضايا من سنة السبعين أربعة واربعين سنة إذن هذا لا الحق يأتي هؤلاء إنهم تلاميذ أصر تلاميذ ويتعالون على العلماء ويتكفرون ويتكفرون على العلماء ماذا عندهم؟ إذن هنا نشير إلى نقطة أن هؤلاء لا يضررين كذلك ما يحاولوا أو نعمل الناس يحاول لما يقوم في مجلس نحن اطفرنا الشيخ ما يُعط له قدر ما يُعط له قدر الواحي يتحكم على علماءنا لا يُعطى قدر يُنزل المنزل التي أرى لها هو بنفسه هذا هو العصر يخلنا مكانه حاله من حال الناس يدخل تما يدخل الناس ما يُقرر وتعال وتفضل نشير نشير أربع عشر ساعة لا 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 ما يُعطوا هذا ما يُعطوا وكذلك تُنزَ عنهم جميع الصراحيات إذا كانت المصراحي في الملد تُنزَ عنهم حتى يُعافظوا ويعرفون منهم ويعرفون منهم هؤلاء يُنزلوا هؤلاء يُنزلوا ويُدلون إلى فساد المتبع لماذا يُنزلوا رجعت؟ ما كنا في فترة من الزمن يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى ويُنزلوا 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 karena يُعطوا ويُنزلوا ويُعطوا ويُنزلوا فيما يُفهم ويُنزلوا المُ mexَنَ ويُنزلوا ويعطوا وإنما يُن fires ويعطوا ماذا فيؤلم 이런 مسبع؟ صحيحة يُحق هذا يترك للصالحين يترك للمستقيمين الذين استقاموا استقامة حقيقية لأن تكون استقامة شكلية كما هو الحاصل معه وأقول لا تستغلوا إليهم لا تقرأوا كتبهم لا تقرأوا ما يكتبونه عبر المواقع لا تسيطرين على المواقع بأسرها بل أنكم ردوا عليهم ردوا عليهم ولا تقرأوا ولا تخشونهم في النهاية هم كبنات وأنا أعلم ذلك لما ما يقضر رقاوة ما له يسألك ما لك ما يقوله بلوك مروا باشرة ما له حضر للمقض رقاوة خلاص الآخرين عرفوا حقيقتا وعرفوا على أن هذا يتبه اتقاه الانحادي اليوم منها وما صار صارت صارت موضع هذا العقلانيين صارت موضع وأنا الملاحظة صارت موضع وأنا الاشتراكيين صارت موضع وأنا الحناثيين فلاكنا صارت موضع باغي تترقع وباغي يتصل إلى تركة معينة كسوكنا سوكنا وأمورها ما لها ماشر السليم ماشر السليم لكن سيتبتهم الله على السوكا ولن تقوم لهم قائما بإذن الله وما ذلك على الله العزيز ونحن الحمد لله مع علمائنا نحب علمائنا وسنحشر إن شاء الله تعالى معهم وسنضع أيدينا مع أيديهم من أجل أن نجحر هذائي الباسدين هؤلاء المارقين هؤلاء الذين لا يعنحون إلا نشرق الرذيلة والفساد في مجتمعنا المحافظ المؤمن في مجتمعنا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أهل العمان أتيت ما سفوت وما ضربوا طوبى ثم طوبى ثم طوبى لأهل مبيراء آمنني ولن يروني